السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الاعزاء. طلاب الصف الخامس الابتدائي ومعكم في مراجعة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الاول. آآ السؤال الاول سيكون عبارة عن ضع علامة صح داخل المربع امام الاجابة السليمة. السؤال الاول هو برنامج جداول البيانات هو. طبعا الاجابة هتكون رقم سي. هو برنامج يستخدم اوراق العمل. كطريقة لجمع وتنظيم وتمثيل البيانات. آآ النقم اتنين المخططة ورسم البيانة هو عرض مرئي للمعلومات والبيانات يجعل من السهل فهم الارقام وتحللها. تلاتة يستخدم عمود شريط المخطط البياني لتوضيح المقارنات بين البيانات. اربعة المخطط الدائري يظهر العلاقة بين الجزء والكل وكما ما سنناه بالشتيرة او البدزة. بعد كده درسنا في مقدمة البرمجة ان البرنامج هو ايه? لا هو مقارنة قيم. يبقى على طول ده مخطط بياني. انما هو ايه? مجموعة من التعليمات مكتوبة باحد لغات البرمجة اللي هو زي مسلا. يمنفذها الحصوم. ندها له. عشان ننفذ هدف معي. وخدنا اكتر من تطبيق في المعمل. مخطط الانسيابي هو مخطط رسومي يمثل مجموعة من خطوات متسلسلة على حل مشكلة ما. دي الاسئلة بتاعت الصح والخطأ. نيجي هنا لاسئلة الايه? الاكمل لفراغات التالية بمناسبة ما بين القاسين. يمكنك دائما رؤية اسم الخلايا النشطة في الجانب العلوي الايصر. بجدل البيانات. وليس الايمن. ونشطه. نشطه هنا على الايصر عشان ما انتهش. تمام كده يا شباب? بعد كده رقم اتنين ما هو المخطط الرسومي يمثل مجموعة من المخططات متسلسلة لحل مشكلة المخطط الانسيابي. يمكنك اللي تقل من خلية لاخرى باستخدام ازره? نعم. ممتازين يا شباب. الله ينور عليك الاسهم. لكل ايه اسم فريد اللي هتكرر? لكل خلية. وده معناه ان سي مسلا احد واشر او سي تلتاشر لا تتكرر مرتين. تمام? عند الضغط على الخلية تصبح نشطة نعم وتظهر بحدود اكثر سمكا. الخورزمية هي خطوات مرتبة سلسليا يجب التبعها لحل مشكلة ما. الان نأتي الى التوصيل. سل من العمود الف ما يناسبه من العمود با. طبعا المخطط الباني كما ترى هنا. والمخطط الدائري هو بتاع البيتزي ده. ثم المخطط الخط اللي ازر المقارنة على فترة الزمنية مع هنا. ثم اليوتيوب ها هنا. اهو. وجوجل ماب معروف يعني. ده السؤال التوصيل. بشكل بعد كده يقوم المبرمج بترتيب الاحداث بشكل صحيح اللي يتم تصميم البرنامج بشكل سليم. ساعد المبرمج لك ترتيب الجمل اللي اتيها ترتيبا صحيحا. عندك ايه بي سي دي. ايه اكتب كل خطوة لازمة لحل المشكلة مع مرات الترتيب الصحيح. بي ارسم المخطط الانسابي. سي تعرف على المشكلة تماما لكي تفهمها. دي حول المخطط الانسابي للمقطع برمجة. رتب مراحل انشاء البرنامج. طبعا الاجابة الاولانية سي. سي اللي هو اعرف المشكلة الاول وافهمها قبل ما اخش في حل ورسمه وحول لبرمجة. وإلا كل حاجة هتتبنى خطأ. نمرة اتنين الايه? اكتب كل خطوة لازمة لحل المشكلة مع مرات الترتيب الصحيح. بي اللي هو ارسم المخطط الانسابي. اعمل اللي هو الاشكال. البداية والنهاية والحاجات اللي بتنفذ العمليات والحاجات اللي بتطلع الاوامر وهكزا. ويدخل البيانات يعني. وبعدين رقم دي اللي هو حول المخطط الانسابي المقطع برمجة. جيم صل كل وصف لرموز المخطط الانسابي بالشكل المناسب. طبعا تمييز العمليات بيبه بس هو ده. بداية ونهاية. ده. تمام? اتخذ القرار بنعم او لا هو ده. تمام? ادخال البيانات هو المتوازن مستطلات. او اخراجها. ماشي? ادخال او اخراج. اما تنفيذ الحسابات فهو المستطيل. تنفيذ الحسابات او اعطاء الاوامر. تنفيذ الحسابات او اعطاء الاوامر هو المستطيل. كل التمنيات لكم بالتوفيق. واشوفكم ان شاء الله بخير وعافية في النصف الثاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.